حصل تحول ديناميكي في مقاربة الاقتصاد العالمي نحو الاعتماد على التكنولوجيا أكثر من الاعتماد على التصنيع من الواضح أن النظام الضريبي القديم لم يكن ناجحا كانت هناك مبادرات أحدية على واشكي أن تتخذ من فرنسا ودول أوروبية أخرى بل وحتى الولايات المتحدة ولم يكن ذلك الأمر في مصلحة أحد لو حدث والمشكلة اليوم هي أن حكومات الدول الإفريقية والدول الأقل تقدما في العالم اليوم لا تمتلك القدرة على تحصيل الضرائب وجزء كبير من المبادرة المستقبلية المقترحة يقوم على ضمان مساعدة الدول على تطوير قدراتها في تطبيق هذا النظام الضريبي العالمي الجديد على الرغم من وجود اتفاق بين الدول على تطبيق النظام الضريبي الجديد فإن التحدي يكمن في عملية التنفيذ عبر إصدار تشريعات وهذه عملية قد تكون بطيئة لكن هناك زخم قوي لإنجاز المهمة آمل ذلك بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر